اشتركوا في القناة نكون مدركين تماما لحقيقة مهمة جدا وهي اننا بشر محدودين وقلنا كمان محدودة وما نقدرش بقدرتنا المحدودة دي نفهم الله او حتى نعرف عنه او نفصله او نشرح مجده وعظمته وقدرته اللانهائية لكن ربنا غير مدرك لا يمكن عقل بشر يدركه أيها السيد الرب إلهنا الخالق غير الملئي غير المحوى غير المستحيل غير المحوى غير المحوى غير المحوى غير المحوى احنا يمكن نقضي الابدية كلها علشان نعرف الله شوية بشوية زي الاية ما بتقول وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك كل اللي عندنا هو اللي اعلان الله لينا عن ذاته على قد ما تحتمل بشريتنا لان فيه امور اعلى بكتير من قدرتنا على المعرفة والفهم علشان كده اي تشبيه هنشوفه مع بعض هو بس لتقريب المعنى لزهننا لان الله ما فيش تشبيه يقدر يوضحه السيد المسيح علشان نعرفه لازم نشوفه من كل وجه لان لو نظرنا ليه من زاوية واحدة او من جهة صفة واحدة وطرقنا بقى الصفات مش هنوصل لنتيجة حقيقية من ناحية الالهية السيد المسيح هو الله لانه خالق ليه السلطان على الطبيعة يقدر يشفي اي مرض الشرطين كمان بيرتجفوا منه ليه سلطان الحياة والموت علم بكل شيء عارف حتى افكار البشر ونياتهم قادر على كل شيء غير محدود ملوش بداية حيئي للأبد السيد المسيح من جهة اللهوت هو الله من جهة التجسد هو ابن الانسان من جهة الفداء هو الفادي من جهة الاكنومية هو ابن الله والكتاب المقدس اعطى لقب ابن الله للسيد المسيح علشان يعبر عن العلاقة بين الاقانين لان ده اقرب تعبير يقبله ذهننا عن اللهوت الابن من القاب معناها انه من نفس طبيعته ونفس جوهره وقابعنا شبهه لينا موضوع البنوة ده لما قالوا انها زي ولادة الكلمة من العقل او زي ولادة الضوء من الشمس او ولادة النور من النور وده اللي بنقوله في قانون الايمان نور من نور اله حق من اله حق المثال الاوضح شوية برضو علموه لينا ابقنا هو مثال النار شوالة النار مولود منها دوق وانبسك عنها حرارة والتلاتة هم الشيء واحد النار وما نقدرش نفصلهم عن بعض مفيش نار مش مولود منها دوق وإلا ما تبقاش نار وينفعش نار مش خارجة من حرارة وإلا برضو ما تبقاش نار لازم التلاتة مع بعض علشان تكون النار موجودة انت نفسك ثلاث صفات او خاصيات ذاتية بمعنى ان من غيرها مش هيكون ليك وجود بتفصيل اكتر انت ليك كيان وعندك عقل وحي التلاتة مع بعض متحدين اللي هم كيانك وعقلك وروحك هم اللي بيكونوك انسان الهنا لو كيان الهنا عائل الهنا حي عقل الله سماه الكتاب المقدس الابن والحياة اللي فيه سماه الروح الكدس والتلاتة واحد هم الله الكدوس خليك معايا في التشبيه اللي جاي ماهر الشاب مميز عائل وحي احنا ما نقدرش نشوف عقل ماهر لكن نقدر نسمع صوت العقل ده لما ماهر يعبر عنه بكلام مسموع لينا ما نقدرش نشوف كلمة ماهر الا لو الكلمة دي اغزت شكل منظور لينا يعني مثلا تكون مكتوبة على ورقة الله برضو ما نقدرش نشوفه لكن نقدر نسمع صوته لما يعبر عن ذاته بكلمة والكلمة ما نقدرش نشوفها برضو الا لما تاخد شكل منظور اللي هو التجسد اللي هو ربنا يسوع المسيح فبقى اينا نقدر نشوف كلمة الله ونسمعه والله فكره الله وعقله الله وكلمته واحد من غير انفصال الاكنوم التاني اللي هو الابن اظهر لنا صفات الله لغير منظور نرجح كده مع بعض الاب والابن والروح الكدس واحد زي شعلة النار ما بتولد ضوء وتخرج حرارة التلاتة مع بعض شيء واحد ما نقدرش نفسلهم عن بعض الاب والابن والروح الكدس التلاتة هم الله الكدوس التلاتة متحدين غير مفاصلين والكتاب المقدس عبر عن العلاقة بينهم بالفاظ الاب والابن والروح الكدس لان دي الالفاظ المناسبة والقريبة للغتنا وفهمنا البشري التلاتة متحدين لكن لكل اكنوم صفاته الخاصة بيه الخلاصة من ده كله ان الله واحد نسلس الاقانيم اكنوم من السالوس من غير انفصال عن باقي الاقانيم اخذ جسد وفاد العالم كله الكتاب المقدس سماه الابن وهي دي بنوض السيد المسيح للقاب لو حاسس ان الموضوع اكبر من عقلك ما تقلقش هو الموضوع كده اعمال الله اعلى بكتير من قدرتنا على الاستيعاب واكيد لما تكمل جهادك هنا على الارض وتوصل السماء بسلام هتعرف اجابات لأسئلة كتير جدا ما كانت شينف هتعرفها وانت عايش بالجسد هنا على الارض ما تنساش الله قادر على كل شي المصادر تجسد الكلمة الكديس اسانسيو في الرسول موجز الاعتقاد في وحدانية الله الانباء غريغوريوس اسكو في البحث العلمي الانباء رفاقيل والانباء بشوي من خلال عزاتهم على سيتي فيو اغيبي